خلينا نبدأ النهاردة حلقتنا بمقولة العندليب الأصمر الشهيرة قلنا حنبني ودحنا بنينا السد العالي زي النهاردة يوم 15 يناير بس عام 1971 تم الاحتفال بافتتاح واحد من أهم المشروعات العملاقة في العصر الحديث مشروع صنف بأنه هو أحد أهم المشروعات الهندسية في القرن العشرين ويمكن قصة بناءه مكادش بس متعلقة بالحياة أو بالزراعة كان رمز الاستقلال المصريين يمكن هو أهم مشروع في حياة المصريين على الإطلاق احنا بنتكلم النهاردة على السد العالي السد العالي العمل نقلة كبيرة جدا في التنمية في مصر سواء فيما يتعلق بملف الزراعة أنه نقالها من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة كنا بنزرح حوالي 5.5 مليون فدان بقنا نزرح حوالي 8 مليون فدان حمى مصر من أضرار الفيضانات سواء في التسعينات أو بعد سنة 2000 وكان سبب في استصلاح وزيادة مساحة كبيرة جدا من الأراضي الزراعية طبعا غير لو اتكلمنا على ملف توليد الكهرباء حقيقة مصطفى الحكاية مش بس حكاية سد لكن الحكاية اللازم نقولها من البداية أن السد العالي مكانش بس مشروع قومي عظيم بتحافظ به مصر على منسوب مية النيل وبيحمي مصر من الفيضانات أو مجرد ضرورة استراتيجية علشان توفير الكهرباء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكنه كان مرحلة تاريخية فاصلة وكمان معركة إرادة وطنية ورمز لنضال الشعب المصري خاصة بعد ما رفض شروط الولايات المتحدة والبنك الدولي وقتها كان فيه قرار هام تم اتخاذه من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرار مصر بتأميم قناة السويس وتوجيه كل مورد القناة الحقيقة لتمويل السد العالي وبالفعل ده اللي تم وانتصرت إرادة المصريين في مواجهة العدوان الثلاثي ومواجهة تحديات كتير واستطاع الشعب بالتعاون ما بين كل أجهزة وأنه هو يبني السد العالي ده حقيقي حينها بنتكلم أن مصر في هذه اللحظات الوطنية النادرة أكدت قدرتها على فرض الإرادة السياسية والوطنية أمام العالم كله أكدت أن هي يعني قبلة التحدي علشان تحقق الحلم وأنها تكون رمز للتحرر ورمز لاستقلال القرار من الحالة الاستعمارية وده النفذ طبعاً اللي كان سائد وقتها علشان كده المصريين كانوا أكثر إصراراً على بناء السد وكان فيه التفاف شعبي ورسمي كبير ليه؟ لأنه هو حمى الفلاحين من أراضيهم الزراعية يصبها سواء البوار أو سواء النهية تغرأ من الفيضانات حرفياً كان التطبيق العلمي يعني إحنا عندنا الرئيس عبد النصر هو اللي بنى السد الرئيس السداء تم الفتح فيه في عدد الرئيس الأسبق مبارك من 79 إلى 87 كان فيه فيضانات شحيحة حمى السد العالي هذا الأمر يعني استهلكنا حوالي 70 مليار متر مكعب من أصل 162 مليار اللي هم حمولة السد العالي أو يعني المياه الموجودة خلف السد من 98 إلى 2002 يا ليلى كان فيه فيضانات عالية وأيضاً حمام الفيضانات لو ما كانش السد العالي موجود كانت الأرض ساعتها بالنسبة للفلاح المصري أما يعني حتبور أو حتغرأ تماماً حقيقة يا مصطفى السد ما كانش ليه شقة سياسي واقتصادي فقط لكن كمان كان فيه حكايات كتير في وقت بناء السد العالي استمر بناءه على مدار مجموعة من السنوات بمشاركة أياد مصرية عمال مصريين كان ليهم حكايات كتير في بناء السد واللي بقت جزء مهم من التراث الشعبي خلونا كده نفتكر الخال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي اللي كان بيكتب جوابات فاطمة لزوجها القسطة حراجي الجط اللي كان بيعمل فيه السد العالي كانت خطبات بتتحدث فيها عن لهفتها على مقابلته ومعرفة كل الأخبار والتفاصيل الخاصة ببناء السد العالي وإيه اللي كان بيحصل في الفترة دي حيحنا النهاردة يكون عندنا فقرة خاصة عن السد العالي والعيد القومي لمحافظة أسوان اللي بيتوافق مع الذكرى الخاصة ببناء السد العالي وافتتاحه مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصبح الخير لمصر اشتركوا في القناة وقت رسوان و مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم شكرا